بجاء لحضراتكم مرة ثانية ودلوقتي انتابع أخبار النادي الأهلي في رأول مختلفة والأنشطة كمان مع مرسلتنا مننا إبراهيم هي موجودة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة يا مننا صباح الخير عليك صباح لك أنا وكريم كل جمهور عشر صبح في الأهلي سامعك تفضلي يا صباح الخير عليك أنا واند وصباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وأنا النهاردة موجودة في فرع الرئيسي لنادي الأهلي بالجزيرة علشان أقول لكم واند لكم آخر الأخبار الرياضية للنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة النهاردة يمكن يوم حافل بالتدريبات والاستعدادات القوية ولكن قد يكون خالي من المباريات خلونا ابتدلكم في الأول بملعب مختار التيتش اللي بيستعد لبكرة لفريق كرة القدم اللي هيرجع للتدريبات مرة أخرى بعد الأجازة اللي خدها لمدة خمس أيام كابتن مستر بيتسو موسيماني كانت دهالهم لمدة خمس أيام يعني أجازة بالخمسة لبعد الفوز بالخمسة مستر بيتسو موسيماني هيرجع بكرة الصبح إن شاء الله من أجازته اللي أضاف بلاده جنوب إفريقيا علي قود بكرة تدريب الفريق استعدادا طبعا لمبارات المقاولين العرب اللي هتكون 19 من الشهر الجاري بعد التواقف الموجود والنهاردة أيضا هيسافر المنتخب الوطني عايزة أطمن كل الجماهير على الفريق الفريق كله جاهز وسليم إن شاء الله لمبارات المقاولين وإن كان كابتن أو مستر بيتسو موسيماني رجع غد للقاهرة فلغادر القاهرة أمس كابتن سيد عبد الحفيز مدير كرة بالنادي الأهلي لدولة الإمارات وهيلحق به غدا إن شاء الله كابتن أمير توفي مدير تعقدات بالنادي إن شاء الله للإمارات علشان يشرفه على استعدادات دولة الإمارات لمشاركة طبعا النادي الأهلي بكأس العالم للأندية اللي هتقام شهر فبراير الجاري شهر فبراير القادم إن شاء الله على دولة الإمارات كمان كابتن سيد وكابتن أمير هيكونوا بيشرفه على معسكر إن شاء الله إعداد يكون للنادي الأهلي الشهر اللي جاي هيبقى أيضا على دولة الإمارات أو في دولة الإمارات استعداداتا للبطولة إن شاء الله هيشرفه كمان على فندق الإقامة وملاعب التدريب هيطمنوا عليها وأيضا كل الترتيبات اللازمة ومن كرة القادم وترتيب أوراقها إلى كرة الطائرة وقوة استعداداتها فريق البداية خلوني أقول لكم فريق كرة الطائرة رجال بيستعد للموسم الجديد بشكل كبير وقوي جدا تدريب النهاردة على فترتين فترة من 12 ل2 وفترة من 8 ل10 وعندهم مباراوة ديه يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله أمام نادي الشمس بعدما لعبوا وديات كتيرة جدا طبعا كابتن محمد مصلحي واضح إن هو الفترة اللي فاتت بيرعب مباراة وديية كتير جدا ده طبعا علشان ده أكتر أو هو شايف إن ده خير وسيل لنه يبين مستوى فرقته أمام كل الفرق اللي بتنفسه في الدور السنات دي واستكمالا بقى لحادثنا عن قطاع الطائرة فسيدات الطائرة أيضا تدريبهم النهاردة الساعة 9 مساء وبيوصلوا استعداداتهم لموسم الجديد وفتيات الزهب النهاردة هينضم لهم كابتن أو اللعبة زينة العالمية اللي أنتم طبعا كنتوا قلتوا خبر انضمامها أمس رسميا للنادي الأهلي وصفوف فريق فتيات الزهب لأربع مواسم قادمة النهاردة هيبقى أول تدريبها مع فتيات الزهب نتمنى لها كل التوفيق وتكون إضافة قوية إن شاء الله أما عن كرة اليد رجال بقيادة كابتن طارق محروس تدريبهم النهاردة على الساعة 4 على صالة الأمير عبدالله الفيصل والفريق بيستعد الاستقناف بطولة الدوري اللي كانت متوقفة لفترة طويلة بسبب معسكر المنتخب الوطني أيضا الفريق النهاردة هيشهد أو تدريب النهاردة هيشهد انضمام اللاعب الدوليين اللي كانوا موجودين لفترة طويلة سابقة مع المنتخب الوطني نهاردة هيكونوا موجودين في التدريب بيستعدوا الفريق بيستعد المبارايتين قدمتين في الدوري مع طلاقع الجيش ثم هليوليدو لكن الغيابات الوحيدة اللي موجودة في الفريق حتى الآن هو اللاعب أحمد عادل اللي كان مصاب بوطر أكيلس لسه لحد دلوقتي بيستنقنف العلاج الطبيعي الخاص بي إن شاء الله في أسرع وقت ممكن يكون جاهز لخوض التدريبات الجماعية وإلى بقى كرة اليد سيدات فازوا أمس وحققوا الفوز ضد نادي الشمس بنتيجة 26-30 ضمن أو في إطار الجولة التسعة من بطولة الدوري بحبة بركلهم طبعاً وإلى بقى كرة السلة رجال بقيادة مستر أوجستي بوش عندهم مهمة صعبة يوم الجمعة والسبت اللي جايين في نصف نهائي دوري المرتبط أمام نادي جزيرة المباراة لولاها تتلعب على صالة دكتور حاسم مصطفى وتدريبهم النهاردة الساعة خمسة طبعاً كابتن أو مستر أوجستي بوش أعلن حالة التواري ومهتم بكل كبيرة وصغيرة زي ما عودنا من أول تعقده مع الفريق بعدما فاز على بطولة منطقة فاز بطولة منطقة القاهرة وأيضاً بطولة العربية الأندية هو طبعاً حاطت عينه على البطولة دي كمان والمنافسات قوية جداً ومحقق العلامة كاملة حتى الآن إن شاء الله لحد آخر المسم البطولة دي أيضاً تبقى من نصيب النادي الأهل أما كرة السلة سيدات عندهم النهاردة راحة من التدريبات ولكن بكرة هيرجعوا لاستعدادهم لمباراة نادي الزمالك أو دي هتكون المباراة نادي الزمالك هتبقى في ربع النهائي بعدما فازوا على المباراةين الزهاب والقياب ضد نادي جزيرة الورد وحققوا اكتساح كبير جداً في المباراةين في دور الستاشر وأخيراً بقى آخر خبر معنا يخص الكاراتي وفرق نادي الكاراتي بالنادي الأهلي فرق النادي الأهلي للكاراتي هتبدأ مشاركتها في الدور التاني من مباراة بطولة الدوري لناشئات والناشئين والشباب والشابات ضمن منافسات الكوميتي بداية من النهاردة والحد يوم 13 الشهر الجاري إن شاء الله على صالة نادي الأولمبي بالأسكندرية بنتمنى لهم كل التوفي وإن شاء الله كل اللعيبة اللي مسافرين يرجعوا إن شاء الله بفوز قوي جداً دي كانت كل أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي والنشاط الرياضي وفرق المختلفة بشكركم جداً على المتابعة شكراً لنا وان شكراً لك كريم والعودة إليكم برا تاني في الستوديو سطح شكراً لك يا منا وشكراً على الأخبار الحلوة كمان لنتي لتوليها لنا الخاصة بنادي الأهلي شكلكم نطيف جداً أنتوا بتلاتة أحمر فأحمر خدل أنتا فلاتة ميني النهاردة طيب